نادي بيرابتز النادي اللي تزرع في مصر كده بشكل غبي وتسمى استثمار رياضي ومعرفش يا علي بس فكر انت تفهم في الحاجات دي عني كان اللي عمله ومش ده اللي عمله مش ده كان نادي الأسيوتي حال وقوي انا بقى كنت عدي على مكان كده اسمه الأسيوتي نادي الأسيوتي وعلى طريق الغربي وانت رايح المينيا وقلاقي نادي كده ومرة وقفت فيه على فكرة لقيت فيه مدرجات حلوة وحاجة وحاجة في عيز الصحراء كده أمجال راجل توركي قال شيخ اشتراه وعمل وقال نادي بيرامدز وبعدين توركي لما اتقمص وخرج من مصر بيعه الواحد اسمه الشمسي او الشمسي اماراتي سالم الشمسي بعهوله كده ما عاشو بعهوله ليه نادي بيرامدز ده اتدفع فيه فلوس بالهبل كانوا بيرموا فلوس بالبالاكونات يعني واشترى اكرامي وعبدالله السعيد والواب بتاع الاهلي اللي بيلعب حلو ده لنا ناسي اسمه دلوقتي اللي بيوقف على الكرة ده اسمه ايه رمضان صبحي اشترى وكان عايز اشتري قفشة اخدوا قفشة ماشي بفلوس كتير قوي ومتعفش ليه نادي لله جمهور ولا له رعاة ولا بياخد بطولات طيب انت اشتريته ليه ليه موضب ارضه للجننة يعني فيه معقولة حد بيرمي فلوسه كده بالهبل راح اشترى نادي لا خد بطولات بيه ولا خد رعاة ولا اعمل ولا اي حاجة النعار ده بقى الراجل الشمسي ده بيواجه مشاكل في مصر مع نادي بيرامنز وهدد بالسحاب الفريق من المشاركة في البطولات المصرية اهو راجل الاعمال الاماراتي هاتي علي الخبر اللي خليه هاتيو كده قدامي مالك نادي بيرامنز الاماراتي سالم الشمسي وهدد بسحب استثماراته من مصر العب ده عبدالله السعيدي علي ده تقريبا اهو مالك نادي بيرامنز اصدر بيان وقال فيه انه سبب تهديده بالانسحاب هو اللي بيشوفه الفترة الاخيرة من ظلم من قبل اتحاد الكرة ده غير كلامه عن ظلم الحكام وعدم مشاركة بيرامنز اهو يؤكد نادي بيرامنز مالك نادي بيرامنز ياخي شوف البيان حتى سخيف سخافة شبهه يعني ايه يؤكد مالك نادي بيرامنز يعني ايه انا مش هامي علي للصياء يا جماعة في حاجة بصياء غلط ولا انا اللي جاي من كوكب تاني في حاجة اسمع يؤكد مجلس ادارة نادي كذا انت بتكلمني فيها علي مفيش حاجة اسمع بياني كتب كده يؤكد مالك يا عم اكتب اسمه طيب ماشي يا عم مالك اكتب اسمه يؤكد السيد سالم الشمسي مالك نادي بيرامنز كده النبي ايه علي النبي ده خليك علي الحاجات دي وحش قوي الله يمسيهم بالخير الاسدزة اللي علمونا والله والله العظيم اسدزة محترم انا خاف اقول اسمهم دلوقتي اللي يحصلون مشكلة يؤكد ايه السياغة دي ايه عم ده انت لو عندك محمصة لب مش هتعمل كده اه اقول لي كده عشان ما عافلوش وعشان زوقوا كده خليجي شوية يعني يعني يؤكد حط صورتك بقى بالمهر يلا حط صورتك انت وانت بالغطرة كده ولابس نظرة الشمس او قاعد في العربية يؤكد مالك نادي بيرامز استياؤه الشديد مما اتعرض له النادي طب ايه يعني نعمل ايه سموك يعني نروح نعملك جلسات مساجي يعني سواء من جانب اتحاد الكرة او رابطة الاندية المصري المحترفة ويؤكد نادي ان ما يتعرض له النادي يدعو الاستياء خاصة ان هناك كثير من امور والقرارات غير مفهومة ايه بقى اقامة عدد المبارات النادي بيرامز في الدوري وتحديدا في الساعة الثانية وخمسة واربعين دقيقة ظهرا اتع شو اعلي تم تحديد حتى الان ست مبارات الفريق في هذا التوقيت المستغرب تماما رغم ان الموسم لم يمضي عليه سوى 13 مباراة فقط في حين ان باقي الفرق المتنفسة على اللقب تلعب مباراة في السابعة مساء لعبوا الساعة سابعة يا جماعة ما تزعلوش طال عمره ودون مراعاة لنادي البيرامز احد اهم المنافسين على المسابقة ورغم ذلك لم يتعرض النادي لم يعترض على القرارات واخا يعني انت زعلان على يا عم شوفوا رابطة الاندية المصري المحترفة طلعوا بيان وردوا عليه وقالوا ان بيان بيرامز تضمن تهديدات لا صلة لها بالواقع او لا تمت للواقع ببصلة خد يا عم دخلنا فينا فوجئت رابطة الاندية المحترفة اليوم ببيان صادر عن النادي لا مش عن النادي ايه يا رابطة مش صادر عن النادي صادر عن مالك النادي وحطوا صورته قولوا كده في البيان صادر عن مالك با مالك نادي بيرامز يا غلا ومنسوب الى ملاكه لا منسوب الى مالكه تضمن العديد من التامات والاقوال المطلقة الله يرحمك يا أستاذ والله العظيم سيد سيد الله يرحمك المهم يعني الرياضيين والنشطاء على السوشيال ميديا داخلوا بقى في الازمة دي وقالوا ده يؤكد على انه محدش على مسافة وحدة يعني عندك مسلا انت زعلان ليه من انت عارف انت انت ما زعلش من سالم الشمسي اه ازاي زعلان من كلمة خليج اللي انا قلتها طب في زوق مصري بقى اه قديك حتة زوق مصري مرتضى منصور عامل مجلس ادارة هزق كله يطلعوا يهزوا راسهم بس هو يطلع يقول لك النادي انسحب النادي رجع انا مش هسكت كأني نادي الزمالك بقى قوضى ببيت مرتضى منصور وكلهم شغلين عنده ايه بقى غيران من ايه بقى هو قولي يا علي انت ايه من عشان غيران من فيوتشر يعني احمد 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 ديال احمد شبير ماشي يعني هو غيران بيقول لك من نادي فيوتشر والنبياء لا انا ما بيخبرتش في شبير ماشي مش عشان بحبه بكرهه عشان ببساطة لا فيوتشر له مستقبل ولا 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 بيرامد زي المستقبل دي كلها انبياء دول بيسموه حقن مجهري يعني دول زي النعجة دولي كده اسمه ايه اللي هو الحمل اللي بيعملوه بالانبيب ده اه والله حمل الانبيب ايه النادي دي ده الاسماعيلي حرام والله اللي بيحصل الاسماعيلي ده ما بدل ما تروحوا تعملوا نادي اسمه الاسيوتي ولا نادي فيوتشر ما تدفعه في الاسماعيلي تدفعه في المصري تدفعه في نادي الترسانة يا راجل اندية كبيرة وعظيمة جدا ولا يعني شوف شعبية نادي المصري قد ايه شوف شعبية نادي الاسماعيلي قد ايه انما ايه فيوتشر ايه الكلام ده اللي بوازت اللعيبة وكل اللعيبة تهبلت على اي حال الناس كتبوا ما كان يليغ برابطة الاندية ان تصدق بيان للرد على بيان مالك نادي برامز لانها بذلك دخلت طرفا وخصما مع احد اندية الدوري حينما يغيب العقل يغيب كل شيء صح صح اللي بعده قالك بيان رابطة الاندية للرد على بيان برامز فيه نوع من التعالي والتعكم وده مش كويس المفروض انك انت ما تسافاش من اي بيان جايلك اه اللي بعده ده الاخ امير نبي الاخ محمد قالك بمناسبة بيان برامز والتعديم لانسحاب لسمار رياضي في مصر بسبب اخطاء التحكيم بفكر برامز لثالت مرة ان عندهم يوم من اتنين ماتش مصيري في الكاس مع الزمالك وما طلبوش حكام اجانب معيني نتائجهم الاجابية ضد الزمالك والفوز الوحيد دوهم مع الزمالك كان بحكام اجانب ولا الزلم ده حل دخلنا بقى ايه في الناس اللي فاهم الحاجات دي السنة اللي فاتت الاهلي طلع كمية بيانات وشكاهم ملهاش اول من اخر ضد الزمالكرة في مصر والتحكيم محدش رد عليه حتى الان وطلع الناس من اتحاد الكرة تسخر من البيانات النهار ده بيرامز يا عبدالقادر ما تقولش بيرامز قول مالك نادي بيرامز نادي بيرامز صلع بيان بعدها بساعتين ردود رسمية من وزارة الرياضة ومن رابط الاندية والتحاد الكرة بيسخن اشتركوا في القناة